اعصار جنوني ومفاجئة بالخطف والتغيب اخطر ما يراه ميشال حايك الليلة على قناة الابيض مرحبا بكم متابعين الكرام وحلقة جديدة من حلقات نسترادمس العرب ميشال حايك على قناة الابيض لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد روسيا يتمادى الزعيم الشيشاني رمضان كاديروف ويتورد ومفاجئات على خط الرجعة بليلة بيفضل كريملين والضياع ملو الفراغ ديمتري ميدباديف وقصته وسره راح يكون محور اللعبة ينشغل الرأي العام الروسي لبعض الوقت الخاص ومطبخه بين مفتعلة وغير مفتعلة سلسلة من الاحداث بانتظار ماريا زاقوبا جانب اساسي من النزاع الروسي الاوكراني راح يكون على اياد عربية تنقلبها المرة والشرق يساعد الغرب بعض الكنايس ورموز الدينية بروسيا واوكرانيا يتحولوا اهداف واهداف مضادة وطرف يخص بوتن يبشر اعدائه رئيس الاركان الروسي هدف دائم مفتوح على كثير من الاحتمالات محطة رشاة دي تقاوم كل الهزات والمحاولات محاولة اغتيال بوتن هالمرة لا هوية ولا اسم وإلها رمز وإلها رقم بيطفح الكيلين تتولع بلحظات بين الناتو وروسيا شائعات حول صحة الرئيس بوتن بس مش كلها شائعات الكريملين يشترط ويعكس الواقع اوكرانيا تقبل بابرز الشروط زمن لعبة الرولات الروسية والحياة رهن رصاصة العراق الشيع الجماهري في الشوارع بحذر تقوم رغد صدام حسين بخطوات واسعة وجريمة كبيرة جديدة ذات صلة بمطار بغداد اغتيال ديني يهز ويحرك الشارع العراقي خطة أكبر في السجن العراقي جاي دور البرلمان العراقي والصورة الرمضية تميل إلى السواد مفاعل النهضة الثقافية والفنية والجماهرية ستتغلب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل مفعول رجعي مسلح على نتائج الانتخابات العراقية ضجيج إعلامي عالمي محوره الآثار العراقية اوكرانيا ثاني تفوق قدرة زنونسكي بمطرحها للاحتمال السجل الروسي الفاتيكاني حول اوكرانيا راح يكلف الكاثوليك غالي على طريق السلام فصل مفصلي بيكتب إيلين ماسك بين أوكرانيا وروسيا مش كل اقتراحات زنونسكي راح تكون مرفوضة وبطريقة غير عواحد من اقتراحاته تلاقي أرضا خزبة بروسيا وتفتح صفحة بيضاء بداية رسم خريطة الطريق باتجاه التسوية كندا صدمة بالبرلمان الكندي ومحيطه حملات عدوانية ضد الإعلام الكندي أشخاص وكيانات مش بس الرئيس ترودو وعيلته كمان كلهم راح يكونوا بدائرة الخطر تحركات وزيرة الخارجية راح يكون لها انعكاسات سلبية لشخصها لعنة الأزمات الدبلوماسية ستلاحق كندا موضة إطلاق النار بالشوارع بين مجمعاتنا ومدارس ومولات راح نشوفها بقوة على الأراضي الكندية وتصميم الجالية اللبنانية راح تدعم بقوة البلد الأم بعناد وصلابة يقرر الرئيس مواجهة الإيراني رأسه برأسهم رجال دين من لبنان بعب المسيب كندا الجزائر طاقات شبابية ناشئة بعالم كرة القدم الجزائرية تلامس العالمية حالة من الغليان داخل ومحيط أحد السجون الجزائرية الأعلام الجزائرية لا ترفف على مدى كم يوم خرق خطير يفرض ويضرب أمني بأمر قيادي وصخب إعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد الدبلوماسية مهددة على أرض الجزائر راح تكون الجزائر عاجزة بمطرح عن تحصين كل حدودها كوريا إعصار جنوني بين الكوريتين مفاجآت الموسم بمعزمها راح يكون عنوان كيم جون أون مفاجآت تتمحور حور التجربة عسكرية غير مسبوقة تهز العالم مفاجآت تصيب كيم وإذا مش هو حد مقرب منه مفاجآت بالخطف والإخفاء والتغييب مفاجآت كبيرة مرتبطة بصحته مفاجآت مرتبطة بزياراته وزواره وأسرهم وألغازهم وأسرارهم مفاجآت من المفاجآت نحور العنصر الإنسوي بين مرته وبنته وشقيقته وبالصورة بمطرح عملية انتحار ظروفها غامضة سوريا يغامر الرئيس الأسد وبيده أكثر من ورقة رابحة طائرات مش طيارة تحت الغيم فوق الغيم ومواجهات بس يمكن مش كلها عسكرية قوات سوريا الديمقراطية تتصدر المشهد على الساحة السورية هستيريا عسكرية ومشتقة داخل مخيم اليارموك وبالمشهد حريق هضبة الجولان وجغرافيا وشعبه عسكر بعين العاصفة غير متوقعة الرئيس الأسد يبدل شروط الربحام بالحرب بتنازلات أساسية أسادية تعزز له مواقعه بتنام سوريا بثورة نفطية هائلة بالأفق حلحلة والوضع الحالي للنفط السوري ورح يرجع ينعش الاقتصاد بأكثر من ليلة وضحاها بنلبش نشوف سوريا بلا إيرانيين بتحاول أصابع الشر تتسلل بقوة باتجاه الأسد وعيلته يظهر قريبا لغز زيارة الوزير الإماراتي لسوريا وأبعاده اللي كثير كبيرة ومهمة عن قصد أو عن غير قصد بيفلة الدولار الأمريكي بسوريا لفترة اختبارية كثير من مال غير سوري بسوريا لإطلاق نهضة اقتصادية عمرانية الملفت أنه مصدر الأموال هو بذات الوقت المهالي ومعارض العالم السوري بيولع بمعركة ويفجر قضية ما رح تبقى السويداء السورية صامتة مكتوفة الأيدي بوجه العصابات شو ما كان الثمن ثنائية سورية لبنانية رجع بقوة بميلة كمن الحرق السوري ما رح يوقف عند حدود مقعد بالجامعة العربية ويتعدى لأزمات وجود بأكثر من محفل دولة إيطاليا رئيسة وزراء إيطاليا بمشهد انتقامي وتصرفات سلوكيات رئيسة الوزراء الإيطالية رح تكون مستغربة وتعرض موقعها للاحتزاز استخدام مركز فاتيكان عالي لتمرير عمليات محمية بالعصابات وفضيحة وخضات براكيم من الفوضى تشوه شوارع إيطاليا اللي رح يصير بالفاتيكان مش صاير لا بتاريخ ولا مع بابواته هالمرة مش بس صلاة وترجي وتمنيات هالمرة يتدخل البابا بكل قدراته بأكثر من نزاع سياسي عسكري شو ما كلفه الأمر شقلبة بالمراكز والقوانين سوف تطال البابا كنيسة يهاجم البابا ويواجه رؤساء ومسؤولين كبار ما رح تخوفه ولا توقفه المافيات العالمية للبابا ما رح ينجي البابا فرانسيس من كل المحاولات لبنان شافه منصوب بحرم مطار رفيق الحريري صفارات انذار استنفار وغليان وغموط بأجواء مطار بيروت رح ينفتح تحقيق موسع وعالي المستوى لمعرفة حقيقة حدث هائل اللي رح يصير مع طيارة مرتبطة بمطار بيروت ضجيج مدوي حول تهيب شخصيات بالاتجاهين على متن طيارة بوقف مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان عدة مواقف كل موقف أقسم من الثانية وحالة ذعر بدار الإفتاء بيصير إلي محفوظ على استكمال هجماته من دور ما يعمل أي حساب لطابور خامس شايف صورة معجوقة وأعلام وأيد عم يلوحوا وكلاء لحركة أمل بلحظة فائض حماس وقوة بفوت طوني فرنجي فوتي مدهشة ومشأتيادية إلى هنا أحبة الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم للمتابعة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم